ولكن فيه زي ما بقول لها حضراته أخطاء ولازم نتعلم الأخطاء دي لما يكون المنافسة لقدامك عنده نوع من أنواع التوتر عنده عدم ثقة في حالة سيئة من الحالة الفنية والبدنية لازم في الوقت ده تخلص المباراة القادمة إن شاء الله يكون أفضل للنادي الآلي عندنا لسه مباراة كثيرة عندنا غزل المحلة إن شاء الله يوم الأربعة يليها مباراة بيراميدز في كاس مصر إن شاء الله دور قبل النهاية ده على مستوى مباراة القمة وطبعا لما بنربط لازم نتكلم على المدير الفني القادم للنادي الآلي والمدير الفني القادم للمنتخب المصري الأول وأنا ماشي دايما الناس بتسألني مين يا كابتن مدرسة إيه مدرسة إيه اللي جاية خلينا أقول لحضراتكو برضو موضوع مدرسة ده انتهى تماما يعني موضوع إن المدرب من مدرسة معينة مدرسة ألمانية فرنسية أمريكا الجنوبية الكلام ده كمان منتهي منتهي بشكل كبير جدا لأن في اعتقاد الشخص الذي بقى عملية المدرب أو المدير الفني عملية إدوكيشن للمدرب وفلسفة المدرب شخصيا أكيد بيكون فيه خطوط عريضة يعني المقارنة ما بين يورجن كلوب على سبيل المثال وطخل الاثنين ألمان ولكن الفلسفة مختلفة الأفكار مختلفة وبالتالي المدرسة الألمانية لو جزقناها مش هتقدر تجزقها لكل مدربين الألمان هانز فليك ليه مدرسة مختلفة تماما عن مثلا عن يورجن كلوب وبالتالي المدارس بقت خلاص المدارس خطوط عريضة بتتحطي المدرسة الألمانية بتعمل ايه الفرنسوية لكن على مستوى المدير الفني أعتقد الإدوكيشن تعليمه فلسفته ثقافته من تكوين الفريق ده شيء مهم جدا جدا أنك بتكون فريق عملية التخطيط للمستقبل احنا عندنا للأسف في مصر عندنا تأخير كتير جدا جدا في عملية التحضير التحضير للمستقبل ما ببصش تحت رجلية أننا لازم أبص لقدام على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية على مستوى الأندية إزاي؟ هقول لحضراتكو إزاي سريعا قبل ما نخش في أخبارنا السريعة أنا كنت مدير الفني لفريق ليرس البلجيكي في الدوري الممتاز البلجيكي في 2012-2013 الحمد لله كان عندنا مشكلة في أن احنا نصعد نهبط لكن الحمد لله تواجدنا واستمرنا في الدوري الممتاز البلجيكي قبل نهاية الموسم اتقدم لي فايل ملف كبير جدا عن كل اللعيبة المتواجدة في محيط بلجيكا محيط هولندا محيط سويسرا محيط الأكبر على مستوى الأفريق ده السكاوتينج ديبارتمنت الموجود السكاوتينج أو عملية التخطيط إدارة التخطيط وعملية اكتشاف مش هقولك اكتشاف اللاعبين ولكن بتقدم لك فايل كامل فايل كامل عشان تبدأ السنة اللي جاية هتشتغل ازاي مش السنة اللي جاية بس خلال التلات سنين اللي جاية هتشتغل ايه عندك نواقص في ايه عندك مشكلة في باك يمين ابدأ احسام من بدر وابدأ احضر الكلام دوت عشان يبقى عندي مشكلة يبقى الحل موجود على طول عندي مشكلة في سردباك ابدأ ابص ولجنة التخطيط تبدأ تبص من بدر جدا وتبدأ تجيب ارقام وتبدأ تجيب اسماء من المحيط لو نتكلم على مصر يبقى عندك لازم سكاوتنج على محيط مصر من الدرجة الاولى ومن الدرجة الممتاز به أو الممتاز الف و به لازم يكون عندك ده على المحيط الاقليمي لازم يكون عندك رؤية لتونس والجزائر والمغرب من اللعيبة المميزة في المنطقة دي عمرهم قد ايه سنهم قد ايه عضم قد ايه بياخدوا قد ايه سلوكم قد ايه كل ده يكون موجود في الفايل على المحيط الأفريقي لازم يكون عندك سكاوتينج عشان لما تحتاج لعيب أفريقي تجيب واحد مناسب لطريقة لعبك للمستوى اللي أنت ترجو به أن تكون عندك لعيب أفريقي عالي المستوى يقدم شيء جيد جدا لازم ده بيكون من بدري مش أنا دلوقتي عند السنة الجاية اه احنا محتاجين راس حرب أفريقي تب دوري عام لا ده فيه ديبارتمند شغالة موجودة بتحضر الكلام ده يوم المدير الفني أنا بقول لحضراتك فيه حوالي أكتر من 130 اسم لعيب فيه جنسيات مختلفة في مراكز مختلفة عقودهم قد إيه عقودهم هتخلص إمتى وتبدأ تنقي انت محتاج باكي مين تببصرنا على الولد اللي بيلعب في هولندا في الحتة كذا ده عقده كويس ممكن يكون موجود معانا أو السيردباك اللي موجود في سويسرا أو اللي موجود في فرنسا ده بتكلم على مستوى أوروبا هنا في مصر لازم ده يكون موجود على مستوى الأندية خاصة النادي الأهل النادي الأهل نادي كبير لازم يكون عندك السكاوتينج ده لازم الدفارتمنت ده يكون موجود مش أنا هبص دلوقتي آه ده عالي معلول أحسن ظهير شمال جي على مستوى تاريخ مصر والنادي الأهل لكن مين البديل هل محضر من سنة ونص لما آه عالي معلول 36 سنة بيقدم مستويات رائعة ما عندناش أي مشكلة لكن كمان 3 سنين هل عندك البديل لازم الكلام ده يكون شغال من سنتين ثلاثة عندك دفو في الحتة الفلانية في البوزيشن دوت لازم أكون شغال عليه من سنتين وابدأ أبص عشان لما يجي دلوقتي يكون عندي أكتر من لعيب عندي أكتر من عرض موجود قدامي وابدأ أختار اللعب المناسب في المكان المناسب دي عملية التخطيط المناسبة على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات كلنا منتظرين وأنا عندي ثقة كاملة في مجلس إدارة النادي الأهلي والقائمين على اختيار المدير الفني للنادي الأهلي القادم تقاضي الشخصي من اللي بسمعه مش معلومات لكن بسمع أن خلال أيام هيتم الإعلان عن هذا المدرب كلنا ثقة في الإدارة ولجنة تخطيط والكابتن محمود الخطيب إن شاء الله يكون زي ما بقول لحضراتكم اللي بيجي النادي الأهلي النادي الأهلي هو اللي بيدفله على مستوى السيفي على مستوى البطولات زي ما شفنا مع طبعا مستر موسيماني إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق في الاختيار اللي جاي وتكون بداية مشروع بداية مشروع دايما بنتكلم والنادي الأهلي بيتكلم على مشروع مش مدرب جاي يقعد سنة ونص أو يقعد سنة لا بنتكلم على مشروع يكون مشروع إن شاء الله يليء باسم النادي الأهلي وبطولات اللي جاي إن شاء الله تكون في دولاب النادي الأهلي تكون في دولاب النادي الأهلي تكون في دولاب النادي الأهلي